ومشاهدين ننوه لحضراتكم في خبر عاجل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في قمة بيترسبرج للمناخ برئاسة مشتركة مصرية ألمانية حيث تولت القيادة أو تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالمصريين في مختلف دول العالم خاصة وأن الجاليات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر وأخط الدفاع الأول عن الدولة خارجية في هذا الإطار أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن عدد الكيانات المصرية والأفراد الذين قاموا بالتسجيل للمشاركة في نسخة ثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والمقارر عقده في 14 من أغسطس المقبل بلغى 335 مصريا ممثلين ل53 كيانا إضافة للتسجيل الفردي وذلك من 37 دولة حول العالم بهدف التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر في الدول المختلفة